من النقيد إلى النقيد تحركت برسة الكويت في 2013 فبين نصفي العام انقسم أداؤها بين صعود قوي في أوله وتراجعات حادة في تاليه والمؤشر الذي استهل العام عند 5900 نقطة جاوز الـ 6000 والـ 7000 والـ 8000 بـ 400 نقطة بدأنا بـ 5946 بالنسبة للمؤشر السعري ووصلنا إلى قمة المؤشر السعري تحديداً في تاريخ 35 إلى 8451 وفي النصف الثاني تغير الحال وتبددت الآمال وعلى شماعة السياسة والأوضاع الإقليمية وتشدد الرقابة هوى المؤشر أو أهوي به نحو ألف نقطة وانكمشت سيولة التداولات التي قاربت المئة وسبعين مليون دينار في يوم إلى أقل من 15 مليون في يوم آخر كان عندنا أمال كبيرة أنه بعد المداربة يصير عندنا شقول بعد التسهيل يعني يصير فيه شوية تحفيز للإستثمار بس للأسف كان فيه انصدمنا بشوية معوقات على الطريق وبنهاية السنة عم نشوف كتير عمليات جني أرباح وعم بتأثر وأمام جمود بيئة الأعمال وضغوط المخصصات أهملت الأسهم القيادية وهاجر المتداولون إلى مضاربيات رخيصة ومن إجمالي 125 مليار سهم تم تداولها خلال العام كان نصيب الأسهم المنضوية تحت كويت 15 أربعة مليارات سهم فقط الأسهم القيادية هي من يقود التوجه وهذا اللي نبحث عنه أنت تكون قيادي قادر على القيادة وليس قادر على الوقوف أو يعني يا الله تفتش عمرك مثل ما نسميها بالكويت نحن نقول يعني يا الله أنت تحل مشاكلك اليوم أعتقد أنا بعض المصارف الكبيرة اليوم هي معانية من تسرب بعض المدراء الكبار يعني في بعض الأمور يمكن عوائد غير جيدة مجلس الإدارة غير متفق في تغيير معين في مجالس الإدارات قادمة الآن نسمع عنه في معناتها في نقلة نوعية قادمة ممكن لا تكون للأفضل ولم يخلو 2013 من إضاءات تمثلت في خروج شركات من ضغوط ديون وتحرر دائنين من المخصصات وانتهى العام بتسويات وشط بديون تقارب المليار دينار وبالفضل ذلك وبالفضل تحسن الأسعار نسبيا عادت شركات كثيرة بعد الخسائر إلى تحقيق الأرباح وتحسنت حقوق المساهمين وتراجعت المطلوبات أمام الموجودات فانطوت النتائج المرحلية على نسب نمو معتبرة شفنا نمو سواء على مستوى الأسعار أو على مستوى الفوليوم لكن طبعا دائما أنا أركز أن دور قطاع الاستثمار في الاقتصاد الكويتي كان دائما رئيسي ومهم ولا يمكن تجاهله ولما يات فيها بعد الأزمة المالية العالمية ضعف هذا القطاع إلا كان لها تداعيات حتى على عمل القطاع الخاص من وجهة نظري وثم تقدر من تفاؤل بأداء أفضل للبرصة في 2014 اعتمادا على تغيير متوقع في أداء الاقتصاد المحلي وعلى خروج شركات من دائرة الأزمة أو حتى على نمطية حركات التداول بما يوحي بانتهاء سنوات التراجع وحلول أوان الارتداد توقعات إيجابية لكنها تظل رهينة بتحقق هذه العوامل حتى تعود السوق إلى تحقيق المكاسم من الاستثمار لا من المضاربة أسامة رشيد سي بسي عربية الكوي